ونفهم اشياء بعمق هاللي ما كنا يمكن نفهمها بنفس العمق قبل فنحنا كتير منقدر هالمبادرة من الست نايلة ولقاءكم مع النهار نحنا منعرف جريدة النهار من ايام الاستاذ غسان تويني قديه له مساهمات مع الجامعة الامريكية والعكس اليوم انتقل المشعل السيدة نايلة تويني نايلة جبران تويني شو كيف لقيت هالتجربة قبا عن جد مع بيت التويني وفي جريدة النهار يعني حقيقة ان احنا صحلنا الشرف انه نعرف الجد والاب وهلأ الست نايلة يعني نايلة قد التقل منها ما في شك بابدا ابدا برأينا وبفتكر هيدا شي حيكون كتير واضح اليوم وبعد اليوم وصار له صلنا مدي نحنا بنفهم تعلق النهار مش بس بلبنين بس بالجامعة بالاخص طبعا غسان تويني خريجنا جبران تويني متلي تلميذ الاي سي وكلنا من ايمان بهالبلد بس من ايماننا بهالبلد من تجربتنا كطلاب غسان تويني كان باميركا بعد ما كمل دراساته هون وعم يعمل ماسترز خلصها بهارفورد وكان عم يعمل دكتوراه بس لا رجع هالبلد بوفاة بيول كانت غير متوقعة وجيب هالفريق العمل هاللي صح حلنا الشرف انه نقراه على مدى السنين نحنا كل عمرنا نقول انه من الاشياء اللي بتحمي حرية الرأي وحرية الشعوب هي الصحافي الحرة القضاء المستقل والجامعات المتميزة ونحنا اللي حرصنا على مستقبل الشباب هاللي نحنا منعلمون ومنخرجون ردنا انه نشارك مع النهار بهالمشروع شكرا كتير لحضرتك رئيس الجامعة الامريكية ببيروت دكتور فضلو خوري سيدي نيلة جبران تويني حضرتك رئيس التحرير جريدة النهار وحملت المشعل من النهار التقليدية الصحافة الورقية وفدت بالثورة الرقمية بثورة التكنولوجيا وقت الكل اعتبروا انه شو عم بتغامري شو عم تعملي وين وصلت اليوم بهالنتيجة يعني صباح الخير رولا وصباح الخير للمشاهدين اليوم فينا نقول انه بكل هالتغيير اللي عملناه وبكل هالخطة اللي كنا حاطينا نحنا عم نجرب نخلص النهار ومش بس كنهار الصحافة بالكل ان كان بلبنان وان كان بالعالم العربي وهي نفس الازمة مرأوا فيها بالعالم فاليوم النهار كل يوم بتجدد حالة والنهار عنده عدة رسائل غير انه الصحافة وعمق الصحافة والخبر الصحيح والدقة بالخبر بس النهار كمان عنده رسائلة تجاه لبنان تجاه الاجيال الجديدة تجاه اطفالنا اللي عم يكبروا بدون يعيشوا هوني مش مسموح نحنا نكون عم نعتلهموا انه هني بدون يموتوا بكرة من السراطان لانه اليوم عنا زبالة لانه عنا هو متلوث عنا كل هالامور اليوم هاي الصرخة اللي نحنا حبينا نعملها مع الدكتور فضله خوري بخبرته هو مش اول مرة بيكون رئيس تحرير لانه هو رئيس تحرير مجلة بس لا الكنسر مختصة بالكنسر بس اليوم بد يقول انه هيدا العدد عدد مهم على سعيد لبنان ورسالة انه مش لازم الواحد يستسلم بلشنا حبيت ادعي الدكتور خوري انه يتقبل انه يكون هو رئيس التحرير وبالعكس كان اكتر من فينا نخليه فينا نتركه بالنهار يعني انا بالنسبة لقالك وقت الواحد بيتعرف على الشخص اتشافت انه شخص استثنائي دكتور خوري والاشخاص اللي كتبوا كلهم كلهم مامنين انه فيه تغيير فيهم يعملوا شي كتبوا بعمق وعم بيعطوا حلول والرسالة مش اليوم بس نحن عم نطلق مشروع رح يكفي على السنة كلها ونقدر نحقق شي وكل شخص بهمو يحقق معنا ايدنا بايده تلا نقدر نوصل عن التعاون مع الجامعة يعني قبا عن جد انت اليوم حضرتك الجيل الثالث بهيد الجامعة كيف لقيت التجربة وهل هي كمان بوابة مفتوحة مثل العادة بين النهار والجامعة الامريكية ببيروت يعني الها رهجتها وإلى هيدا دايما هيدا الهيبة هيك دايما جد غسان الطريقة اللي كان يحكي فيها عن الجامعة الامريكانية الها رهجتها الجامعة الامريكانية بالنتيجة من أهم الجامعات بالعالم العربي إذا هي مش الأهم بالعالم العربي ومن الأهم بالعالم مسؤولية كانت كتير كبيرة وكان تحدي لقلنا كتير كبير وإن شاء الله نكون قدو بس نثبت إنه نحن قادرين نحقق ورح نكفي مش بس حكي ولا بيقولوا على الورق عم نكتب لا نحن رح نستمر ونكفي سوا شكرا لقلكم ما رح أخركم عن ضيوفكم بدأ اتمنى لكم النجاح كمان لمؤتمركم اللي بيبلش اليوم اللي كتير مهم ورائع على صعيد تغيير المناهج وتحديثها لحتى تواكب التكنولوجيا والعصر بتمنى لكم النجاح بهيدا المشروع بتمنى لضيوفكم أيضا النجاح شكرا لقلكم على وقتكم رح نتابع نحن وإياكم اليوم النهار جامعة مش بس للسياسة للثقافة للطب جامعة للفن ما في بلد حضارته بتنقاس إلا بقيمة فنه وبييمة احترامه للفنانين وللمثقفين فيه استاذ رفعة طراباي نحن منحبك جدا منقدر عملك الرائع والراقي شو بتحكينا عن هالتجربة مع الجامعة الأمريكية وجريدت النهار يعني وقت بيجتمعوا صرحين كبار كتير مية وثمانة وخمسين سنة وما بعرف النهار بعتقد بالمية وأكتر بخدمة الإعلام وهون بخدمة العلم والمعرفة وهذا اللي بيجتمعوا بإصدار عدد خاص بتكون شغلة لبنان بعده عيش عكس كل يلي عن يشع لبنان بعده عيش حضرتك متفائل يعني اليوم بكأبونا هالنائقين وهالهيدا طبعا في مشاكل ما حدا قال لا بس في فسحة أمل عندك بمكان ما؟ أنا متفائل بمسرح الشباب إيه إذا عم تحكيني عن المسرح عموما مش كتير متفائل ولكن المسرح فيه مواهب كتير جيدي ويمكن المواهب يلي موجودة اليوم هي أفضل من المواهب يلي ودعنيها بس بدي أدعم بدي أدعم أكيد بس فيه تفائل وهي خطوة بتعتبرها إيجابية؟ أكيد أكيد الشي اللي عملته النهار اليوم والجامعة الأمريكية شغلة استثنائية جدا شكرا لإلك استاذ رفعة طربي دكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة كمان ضيفنا اليوم من أمام الجامعة الأمريكية الأسامبلي هول دكتور عمار اشتقني لك أولا شو رأيك بهاللقاء النهار الجامعة؟ أنا بهم أعتقد هذا موضوع كتير مهم لأنه عم ينجمع فعاليات غير معروفة بالبلد اللي عندها رأي واللي ممكن تساهم في بناء هذا البلد بين النهار وبين الجامعة الأمريكية هل حضرتك متفائل؟ هل بتشعر أنه اجتماع الأصالي بيخلينا نفتح باب جديد أمام الشباب؟ ونشعر أنه لأ بعد في ناس مهمة ومهتمة فيكن؟ أنا بعتقد هيدا الهدف إنه الواحد مش بلزم بس ينتقد لازم يقدم أفكار ولازم يجرب هو يحسن الوضع مش بس ينتقد وبعتقد هيدا الهدف بدي اتشكر حضورك اتشكر مشاركتك اتأمل إنه الوزارة ما تخزلنا الضلة دعمي والضلة موجودة شكرا لألك إذن نحن قديم بساحة الجامعة الأمريكية عم نحتفل بالعدد الخاص مع الجامعة الأمريكية وجريدة النهار صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك اليوم شو انطباعك وشو رأيك بهالعمل المشترك بين جريدة النهار والجامعة الأمريكية؟ دي خطوة ممتازة خاصة بالتعليم العالي ودي مش أول مرة نلاحظ إن جريدة النهار بتهتم بالتعليم العالي اللي هو محور تقدم أي دولة وأنا اتكلمت إن قاطرة التنمية للمجتمع هي اللي بيقوطها التعليم العالي بس هناك حاجة أهم وهي السكة اللي هتمكي عليها هذه القاطرة وهي الدولة يجب على الدولة إنها ترسم سياسة واضحة للتعليم العالي عشانين هذا التعليم ويقدرينها بالبلد والتنمية في البلد شكرا كتير على حضورك وشكرا على مشاركتك إذن ما زال الشخصيات عم تتوافد معنا المدير العام لوزارة التربية الدكتور فادي يرأ صباح الخير دكتور يرأ أهلا وسهلا فيك بالجامعة الأمريكية شو بتحكينا حضرتك التربوي بامتياز عن هالنهار الجامع أو النهار جامع النهار جامعة وهيدا اللي بقدر أقوله اليوم وجامعة طاقت بالبلد وبعتقد لازم تخلق دينامية جديدة مبلشين فيها مع هيدا النهار نتكاتف كلنا سوا تالبلد يشبه الجامعة الأمريكية يشبه القطاع التربوي والبلد يقدم لقدم بهالطاقات الموجودة بعتقد أنه فرصة نزل زراع هالبزور ونصقية للمستقبل وكلنا لازم نكمل أبعد من الكتابة نقدر ننفذ الأفكار الموجودة بهيدا العدد هل حضرتك متفائل تربويا؟ يعني لبنان عم بيبلغ مراكز مهمة على صعيد التربية الجامعة الأمريكية وغيرها من الجامعات هل حضرتك متفائل بمستقبل التعليم العالي بلبنان؟ ما في خيارات غير التعليم وهيدا الاستثمار الوحيد اللي بيبقى صار في حراك اجتماعي بلبنان من أجل وبفضل التعليم بقى لازم نكمل تفائل هو الحل الوحيد شكرا لحضورك شكرا لمشاركتك معنا كمان رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية دكتور جبراء بما أنه ملتهي بالأحاديث معنا وزير العدل السابق صباح الخير صباح نور لكم وللنهار وللمشاهدين يسعدني دايما التأم مع حضرتك شو انتباعك عن هالمشاركة بين شريدة النهار والجامعة الأمريكية؟ يعني هادي دايما إنيسياتيف ما بيطلعوا إلا بالنهار واليوم مع الجامعة شيء جيد جدا أولا متجبرنا نحن نرجع نفكر لأنه صدينا أنا كاتبت بمقالتي أنه قلمة لحق الصدر لأنه لم نقرأ وزقرينا مننسى إن شاء الله من خلال الأفكار اللي عم نحطها كلنا ولو كانت في أمور ما منتفق كلنا عليها بس نفكر كيبنا نحسن هالبلد من أجل أولادنا يبقوا في لبنان لا أكتر ولا أقل هل حضرتك متفائل؟ هل حضرتك متفائل؟ لا ما بقبل ما منقبل يبقوا هون بس هل حضرتك متفائل؟ هل بتشعر إنه الشباب إذا أعطيناهن شوية دعم بيوصلوا لمحل؟ ما في شك بس كمان هني بدون ياخدوا مسؤوليتهم بدي يذكروا الشباب من أولادي لكل الشباب إنه ما حدا بيعطيك بدك تاخد بدون هني يسبتوا وجودهم ومش بس ينتقدوا يجوا يسبتوا وجودهم ويجربوا يغيروا بالبلد من أجلنا جميعا شكرا كتير لحضورك وشكرا أيضا للمشاركة يا زميلي فرج عم يتأخر زميلي فرج بحضار الضيوف صباح الخير صباح النور صباح من الله دكتور جبرة أنا كتير منيحة ويفرح أكتر وقت أشوفك رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية الأيوب ببيروت شو بتخبرنا عن هالمشاركة بين جريدة النهار والجامعة الأمريكية ومشاركة حضرتك بهالعمال أحسن مشاركة بالعالم لأنه إجا الوقت على أنه كلنا نشتغل سوا في سبيل التعليم العالي هايدي قصة كبيرة بلبنان ولازم كلنا بفرد قلب ورب نشتغل سوا تحتى نقدم التعليم العالي لأنه قصة كبيرة مش بس بلبنان بالعالم العربي كله سوا مش بس بالعالم العربي كله سوا بالعالم كله سوا نحن عرفنا العالم على أن العلم بيشعمل لبنان ونحن بدنا نخليه الشيء هذا يكمل بمساعدة النهار هذه المبادرة مبادرة مهمة جدا جدا وأنا من كل قلبي بقلكم لازم نكمل ونكمل بقوة بدعاكم الديناميكية طبعية حضرتك وهالهيك فرح العمل والتعاون ما كنا نشوف تعاون بين عصاعد الجامعات مثل ما عم نشهد على أيامك وإيام الرئيس فضل وغيركم وبردكاش وغيركم من رؤسها الجامعات شو السبب؟ السبب لأنه كلنا كلنا نؤمن مش بس بنفكر نؤمن على أنه التعاون هو جواب لها الفرصة العظيمة اللي عنا إياها كل سوا أنه نتعاون في سبيل الشباب نتعاون في سبيل شباب وشبات لبنان والمنطقة كلها سوا لأنه في النهاية في النهاية أنا دائما بقولة على أنه الجواب على كل المشاكل اللي عنا إياها هو العلم 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 شكرا كتير بتمنى لك النهار حلو ومنشكر كمان مرة حضورك ومشاركتك دكتور جبرة إذن استاذ أمين صباح الخير تفضل صباح الخير شو انتباعك النهار جامعة شو بتقول عن هيدا التعاون للي حصل؟ للحقيقة هالشعار هو يمكن ثلاثة أبعاد بالنسبة للي قد يكون أكتر ولكن البعد الأول هو البعد السياسي بالمعنى الوطني يعني الجامعة بمعنى أنه حلنا وآن الأوان وحان الوقت أنه نفكر لبنانيا نفكر وطنيا ومش نفكر طائفيا وفئويا وإلى آخره هيا أولا ثانيا المعنى الاجتماعي المعنى الاجتماعي اللي مرتبط بالمعنى الواقعي أنه بالنهاية إذا ما كان في عدالة بين المواطنين وإذا ما تعاملوا بطريقة واحدة بطريقة الأنون يعدل بين الكل معناته عبثة أن نحاول والبعد الآخر الثالث والييمكن الأهم هو البعد الفكري والثقافي بمعنى أنه النهار تجمع كل الأراء وتجمع كل الأبعاد الفكرية اللي مش بس عم تتجلب الأعداد الخاصة ولكن عم تنعكس على كل مقالات النهار اللي تنزل بمناسبات وبغير مناسبات شكرا كتير شكرا لمساهمتك معنا حضرة نقيب المستشفيات الخاصة صباح الخير استيز هارون نحنا اليوم هايدي تجربة فريدة بين جريدة النهار والجامعة الأمريكية شو بتحكينا عنا خصصت جزء مننا مش بس للثقافة وللسياسة للطب شو بتحكينا عن مشاركتك الأول شيء هايدي تجربة رائدة وأكيد يعني اللي بيكون فيه هالنوع من التزاوج بين الأكاديميا والصحافة بدو يطلع النتيجة شيء كتير مستوى عالي فكري يعني ومنتأمل أنه من المسؤولين كلهم السياسيين يقروا هالعدد ويطلعوا على أراء هالعالم اللي جايين من باكراوند علمي وأكاديمي بفتكر بتساعدوا النتفو بيطلعوا شوية من الخلافات السياسية والشخصانة بالسياسية دكتور فضلو خوري حكي عن حلول بهالعدد أنه جربتوا تلاقيوا حلول قدرتوا تلاقيوا حلول لهالمشكلات يلي عم نعاني منها شوفي أكاديميا الحلول المعروفة وموجودة ونحن حطينا ومنحكي فيها بس للأسف واقع الدول اللبنانية ما بيشجع على تطبيق هالحلول هايدي المشكلة بالتطبيق مش بيطرح الحلول يعني نحنا كالتكنوكرات عايشين كل واحد بالقطاع طبعه وخابزه ودارسه وبيعرف شو مشاكله وشو يلي لازم ينعمل تينحل بس للأسف بدنا حدا يتسمعوا بالقيام ما في حدا عم يسمع ان شاء الله هايدي مبادرة النهار والجامعة الامريكية لحتى نوصل صوتنا شكرا لك حضرت النقيب معنا البروفيسور ناجي الصغير صديق جريدة النهار واستاذ وطبيب بالجامعة الامريكية دكتور بدك توقف عن الشمال ما بعرف ليه التعليمات دكتور حضرتك ما بعرف لوين بدي احسبك بدي احسبك على النهار او على الجامعة الامريكية عطنتين واليوم بهاليوم خاصة يعني عطنتين وشو هيك انطباعك عن هيدا التعاون لأسمر هالملحق يلي حفز الناس واسماء مهمة بالبلد انه تشارك فيه الحقيقة هو هالملحق يعني بزيد المعرفة والتوعية على العلم خاصة انه هالعدد متوجه للشباب الشباب اللي بنير بالعالم العربي وفي كل العالم كمان نحن هالعدد هيدا بسبش تشتريه على العلم مثل ما عم نقول المعرفة والتوعية الصحية ونحن كتبنا بهالعدد يعني عن موضوع التوعية الصحية عن انه كيف بنى الشباب ما يتوجهوا ما يدخنوا مشان ما يصير عندهم سرطان وما يصير عندهم امراض قلب امراض شرعيين كل هالنفايات والتلوث البيئي والصناعي لازم الشباب يساهموا بحلها لحتى انخفف من الامراض السرطانية عندنا بلبنان وكمان قلنا داشتوا عمهمة نسبة للأكل والشرب بس اهم شي التعليم والمثابرة والمعرفة شكرا كتير دكتور ناجي الصغير بدي اخد نيبة رئيس الجامعة اليسوعية الدكتورة دولا كرم لحتى ناخد رأيها بعدين في كمان عنا رأي فني بالموضوع شو رأيك دكتورة كرم بهالمشاركة بين الجريدة النهار والجامعة الامريكية اكيد مشاركة كتير كتير مهمة بينتهم انا بدي اتشكر للرئيس فضلوخوري بدي اتشكر نيلة تويني على هالشغلة كتير مهمة اللي نعملي دكتور فضلوخوري لانه جمع هالناس وعم بيحط خطة لاصلاح لبنان ان شاء الله بتزبط معه اكيد هيدا شي خطة طويلة بده وقت بده مسابرة ومدام نيلة تويني اكيد لان هي من اهم جريدتها من اهم جريدة بلبنان اهم جريدة بلبنان اكيد هيك خطة بده اعلام كتير قوي واكبة تتقدر توصل لنتيجة بلبنان وتحرك الناس ودوركن كجامعة هل بتشعروا انه رح تكونوا مساهمين وفعالين بالخطة المقبلية يعني بس يخلص هالعدد رح بتتابعه نحنا كجامعة ان كان كجامعة جامعة القديس يوسف واحدة وان كان كجامعة مع باقي الجامعات الامريكية وغير اكيد هذا واحد من اهدافنا نحنا هاي الخطة تنجمع نقدر نساهم بانماء الوطن بانماء لبنان ونخلي الشباب يبطل في عندهم بطالة نقدر نساعدهم وخاصة انه يبطل في هجرة الادمغة من لبنان يعني الاموراجي دي سيرفولي نحنا ما منحبها ولا منامن فيها شكرا كتير دكتورة كرام على حضورك وعلى مشاركة الجامعة بدي اتشكرك انا معنا كمان دكتور دكتور مروان تفضل شو بتحكينا عن هالمشاركة بين الجامعة الامريكية وجريدت النهار هذه مشاركة كتير مهمة وخاصة انه هالعدد موجه للشباب اللي هني سروة لبنان احنا سروتنا هي الطاقات اللي عناياها من الشباب اللي لازم نستغلها ويساعد البلد نتطلع عشو هني لهمهم وامالهم ونشر المعرفة والعلم والتوعية ونجرب كمان اتجنب الامراض ونوقيهم من الاشياء اللي هني بالشباب ما اتطور معهم على الامر الكبير يعني شكرا كتير على هالمساهمة شكرا للك مسيو ابو سمرة من مهرجانات الزوء الدولية سليم ما فينا نتعظم رح يبلش الايفنت ونحنا اليوم هيدا العدد جمع الكل جمع الفن الثقافي الطب السياسي حضرتك عم بتساهم مع السيدة زلفة الهراوي بمهرجان بحبو الناس بحبو الشباب تحديدا شو بتحكي عن هالمبادرة هادي مبادرة كتير مهمة لان انت اليوم ازا ما بديك تحضري لبكرة من اليوم ببطل في امل واذا ما في امل وين بدون يروحوا الناس هل بدي اللي كيه متفاقل هل بتحس انو هالخطوة دفشت شوي لقدام مش دفشت عطت امل يلي هو بيدفش وهي دي الخطوة كتير مهمة لانه اليوم ازا بديك تقدر تشوفي لا وين بديك تروحي بديك تبلشي تحضري له وهي دي الخطوة عم بتساعد العالم تايشوفوا وين لازم يحطوا تقلون تايقدروا بعدين يقدموا شكرا كتير لالك بتمنى لكم النجاح وان شاء الله تكونوا عم تحضروا مشروع حلو لهيدا الصيف نحنا ناطرينكن شكرا مادام مونيك شعية صباح الخير شو بتحكينا عن هالتعاون بين الجامعة الامريكية وجريدة النهار يعني بعتقد انو هيدا فريد من نوعه I think انو حلو انو هالتواصل بين الاكاديمية وبين الماس ميديا لانو اكتشلي كلشي عم نطلع لحنا اذا ما وصل للعالم انا ما بيمشي الحال وعدد واحد بيوصل هالقدة مواضيع عن جد يعني it's amazing هيدا رئيس التحرير اباضاي عن جد لا لقلو الجروب النهار يعني كمان شابو لكم كمانا شكرا كتير على مساهمتكن وان شاء الله هالتعاون بيبقى مستمر فاذا نحنا بانتظار انو يبدأ الاحتفال الرسمي لاطلاق العدد يلي عمل بالمساهمة بين جريدة النهار والجامعة الامريكية ببيروت استاذ ناجي صباح الخير صباح الخير حضرتك من فريق عمل النهار بشكل ما شو بتحكينا عن التعاون يلي صار هالعدد وكيف لقيتو لنا رئيس التحرير الجديد اول شي ما في غبرة على رئيس التحرير الجديد كل مبادرة بتعملها النهار بهال اهمية وبهال العمق هي بتشجع المعلن يكون دايما على صلة مع النهار وبتعطي سياء يكون معلن اكتر واكتر وهال مبادرة هي من بين مبادرات عديدة يعني صار في كتير مبادرات وحنكمل بهال هيدا حتى المعلن يعرف وقته بده يوزع ميزانيته الاعلانية يعرف يفرق شوية بين المضمون الجيد جدا وغير شي بقى منتمنى نضلنا ع هالمستوى ونكمل بهال الاطار هو ذاته ومرسيه للجامعة الامريكية اكيد وللنهار لهال مبادرة شكرا للك وللجهود يلي قمت فيها كمان مساهمة بانجاح هيدا العدد شكرا استاذ ناجي كمان في معنا فنان استاذ اندريل حج يلي مسؤول عن الاركسترا بالكونسرفاتوار اربحت جايزة مؤخرا ودايما منتابع اعمالك بالنهار ولو ما كنا موجودين شو بتحكي عن هالتعاون واهمية اللقاء بين النهار والجامعة الامريكية انا بلاقي انه لازم الصحافي تواكب كل الجامعات بسماس الجامعة الامريكية وهذا ضروري وهذا عساسا تاريخ النهار وطاريخ الجامعة الامريكية اكيد هالشي شفت الناس اليوم احلى الحضور الاعلامي وكل الحضور والسقافي والمثقفين بقى هيدا مفروض يكون يعني بكل الجامعات يجب يصير هيدا التحدي اليومي يعني شكرا كتير للك بتمنى لك النجاح بمسيرتك الفنية اذا نحنا معنا دكتور مكرم قبل ما نختم لقاءنا ونبدأ الاحتفال الرسمي صباح الخير دكتور شو بتحكينا عن اهمية هيدا التعاون يلي عم بيصير بين الجامعة الامريكية وبين جارية النهار هيدا التعاون طبيعي بطريقة لانه كون الايوبيه والجامعات المشاركة رائدة بهيدا المجال نفس الشي جارية النهار هي رمز من رموز الحرية ورموز الثقافي في العالم العربي والشرق الشي الاساسي هو بهيدا المرحلة بالتهديد هاي الكلمات مع انه كلمات مقتضبة من المشاركين اساسية بالمحافظة على التعدد، تعدد الفكري والتعدد الديني والتعدد الثقافي بمرحلة بتمر فيها المنطقة بهجمي لالغاء هذه التعددية والغاء فكرة تعدد الثقافيات وتعدد وجهة النظر بتحس انه رح بيصير فيه تعاون مقبل رح تكفي هالخطوة هاي دي؟ اكيد رح تكفي لصوة كتير بسيط اي شيء ايجابي بنتج عنه شيء ايجابي والتعاون بين هالاشخاص تعرفها الاشخاص على بعضهم على افكارهم رح ينتج لتعاون بالايام القليلة وحتى الافكار ممكن يصير في تبادل الافكار وهيدا الشيء الاساسي مش بس انتاج الجريدي الورقي وكمان انتاج الفكري هو الاساس شكرا ان شاء الله يا رب تكفي المسيرة شكرا كتير لحضرتك دكتور كمان متل ما قلتلكم ما بيقوم بلد بدون ثقافي كما يجب مشان هيك بيسعدني نصط ضيف عدد من الفنانات الموجودات معنا هبا صباح الخير اشتقني لكوين هالغياب والله في تور بين يوروب والعالم العربي وفي انجازات جديدة عم حتكون مفاجأة قريبا في سيدي جديد وأعمال موسيقية جديدة والأهم اليوم هي الفكرة اللي احنا فيها موجودين مجتمعين عليها شو انطباعك هيكي النهار جامعة التأت جريدة النهار مع صرح مهم مثل الجامعة الامريكية ببيروت شو تعليقك على الموضوع بتصور يعني يمكن خلاصنا نحنا بيجي عبر التعليم اللي بيترافق مع سقافة كتير عالية لحتى نرتقي بالفكر والحس الانساني في بلدنا بشكل انه ما يعود هالمواطن مأخود كقطيع بالعكس بدو يصير بتفكيره نخبوي يختار السياسيين يختار كيف يكون الاقتصاد يختار كيف تكون المجتمع جامعة امريكية او جريدة نهار ولا بفيك تحسبين اتنين شو بتحكينا عن هالتعاون انا بعتد هذا تعاون كتير مثمر ان شاء الله بيكون مثمر يعني وتعاون اكيد ضروري لانه ما بعتد في اي مجتمع يتقدم ويتطور بدون علم بدون اكاديميا ولذلك هذا التعاون بين جريدة النهار هذا الصرح العريق مع صرح عريق اخر هو جامعة امريكية لابد انه يعطي ثماره واليوم شفنا العدد الغني جدا بالمقالات وبالتحليل وبتوجيه الناس نحو الثقافة نحو العلم لانه بالنتيجة ما لنا غير العلم حتى نتقدم ونتطور شكرا كتير دكتور الى مزيد من التطور والتقدم معي اسيدي ندال الاشقر والفناني جاهدة وهبي لما تهرب بدي احكيك بدي اسألك سؤال هربت جاهدة صباح الخير واهلا وسهلا فيك دايما بيسعدنا نشوفيك شو بتحكينا عن هالتعاون بين جريدة النهار وبين الجامعة الامريكية ومشاركتك لكن تعاون كتير مهم ونحنا بحاجة فعلا لهالتعاونات بين المؤسسات الثقافية بهيدا البلاد لانه نحنا كمثقفين باعتقد جراء اللي عم بصير بتحس كأنه داخلين بصومعة من الاحباط والانكفاء فنحنا كمثقفين مدعوين انه نشبك الايادة لما فيه خير ومصلحة هذا البلد والنهوض به خاصة انه عم نعيش ظروف سياسية واجتماعية كتير صعبة كلنا مدعوين لانه نساهم ايد بايد لنأسس لتنمية مستدامة وثقافية مستدامة تحمي هيدا البلد من الجهل ومن الانحطاط ومن الاندحار نحو مجاهل وغاياه بالعنف واللاعدل والجهل والظلم وكل شي بيقدي لإلوه هيدا الجهل بقترح تضلي تعملي حفلات موسيقية ترفع المستوى بالفن وتركي الباقي علينا نحنا عم نحاول حقيقة يعني نحنا كل مسيرتنا عم بتكون انه عم نحاول بي لبنان وخارج البلد انه نرفع اسم هيدا البلد عالي متل ما هو بيستاهل حقيقة شكرا لإليك شكرا لمشاركتك دكتور فادي جردلي بدي ابعت له تحية كبيرة مني من النهار لانه بفضله بفضل الجامعة الامريكية صار عنا مركز للأبحاث يعطينا الرقم الصحيح يعطينا المعلومة العلمية الدقيقة اليوم رح تنتقل لتصير ديجيتل عم بيحضروا كمان البيانات بطريقة سهلة يقدر الصحافة يستفيد منها شفت أني حافظة كل شي عنكم يعطيك العافية نحنا فخورين كتير بهالشراك اللي صارت بين جامعك بيروت وجارية النهار نحنا قدمنا نظرة شاملة إصلاحية للبنان هدفها الوحيد هو إصلاح لبنان إصلاح حقيقي جاي من الناس لهن خبراء اللي عندهم ما عندهم مصلحة إلا مصلحة مصلحة لبنان في عنا كتير فرصة حقيقية بلبنان هلأ من هالعدد الخاص اللي هو يطلع من الجامع الكي بيروت وجارية النهار لبنان عم عنده في ملفات كير حساسة من ملف النفايات ملف الكهرباء ملف النفط كلها ملفات هذه ملفات صحة ملفات بحاجة لأدلة وبرهين بحاجة لأبحاث بحاجة لخبراء تشغل فيها نتمنى نتمنى أنه هالخطوة هذه فعلا تأدي للإصلاح المرجو منه بلبنان ونحسن بلبنان بطريقة نحنا نشوف دور أكتر للمؤسسة الأكاديمية بدعم وترشيد السياسات العامة بلبنان شكرا لإلك دكتور بدأ أتمنى لك كل النجاح يا عمي ليه ما رح تحكي معي اليوم أولا بدي بوسي تانيا شو رأيك بهالنشاط هيدا جريدة النهار مع الجامعة الأمريكية اثنين عزيزين على قلبك وانتي عزيزة على قلبهم شو بتقولي عن هالتعاون اليوم أنا كتير سعيدة بهالتعاون وهالفكرة كتير حلوة عنده جريدة عريقة مع جامعة أمريكية يعني أعرق كمان يكونوا مهتمين بالمسح والسينما والثقافة عامة ويعملوا مثل مجلد خاص بجريدة النهار عن هالحركتين الثقافيتين السينما والمسح هالي لو لاهم كان لبنان بصير زفت واسمنت وبنايات شاهقة بدون روح عرفت لي ذلك كتير مهم هيدا الحدث وأكيد أنا كتبت فيها طلبت مني مدام طويني أني اكتب وأكيد لبيت الله طلبة نحنا منشكر تعاونك اشتقنا لك قاعد عقلي ما بحب وقتها تقاعد عقلي أنت مش متابعة تيدة نحنا عنده افتتاح المهرجان الأوروبي اللبناني بمسح المدينة من 4 تشرين الأول لـ 3 تشرين الأول مع المجموعة الأوروبية تفضلوا جرفوا بوعديك رح منكون شكرا لإلك ولا حضورك إذن بعد ضيوف النهار والجامعة الأمريكية عم يتوافدوا في معي مدام شرف الديم صباح الخير شو بتحكيني حضرتك عن هالتعاون بين جريدة النهار وبين الجامعة الأمريكية شو بنا أحسن من هيك؟ أهم مؤسستين لا تزال كما هي وبأهدافها وبهني الجامعة الأمريكية والنهار نتمنى فعلا أنه يستمر التعاون خاصة فكرة إصدار يعني إذا بدك الجريدة أصبحت بإصدارها الخاص كأننا عم تعمل تقرير عما يجري وخاصة عنوان اليوم كتير كتير مهم بالنسبة لنا نريد أن نفهم من مصادر علمية وليس من مصادر إعلامية يعني بأكتر الأحيان موجودة لصالح ناس تانيين بالنسبة لنا كتير كتير مهم أنه يصلنا كلام وأفكار حقيقية وتساعدنا في فهم ما يجري شكرا كتير لحضورك شكرا لمشاركتك سيدي دكتور ربيع صباح الخير إن شاء الله كل أيامنا ربيع يا رب شو بتحكينا عن هالتعاون بين الجمعة الأمريكية وجريدة النهار جدا كان عمل رائع بس بياخد هالفرصة لحتى السبب مشاركتي هي بصفتي عميد كليتي زراعة والعون المغذائية بالجامعة الأمريكية لتحسين القطاع الزراعي بلبنان عندي بس جملة وحدي الزراعة هي بناء القطاع الزراعي بلبنان كواحد من القطاعات المهمة الاقتصادية والبناء الاقتصادي الزراعي مسؤولية مش بس على كليتي زراعة مش بس على الزراعين مسؤولية للكل من مسؤولين بالدولة لمسؤولين في بالقطاع الخاص نحن عم نتحمل مسؤولية بالقطاع الأكاديمي من ناحية أبحاث ومن ناحية تخريج أعداد الطلاب لكن مسؤولية الكل بناء الاقتصادي الزراعي في لبنان مسؤولية للكل ولازم كنا نشتغل عليه لأنه ما في بلد متطور جعان جعان ما في واحد بيمشي لقدام بيتطور ببناء مجتمع وهو جعان عنا مصادر بشرية وعنا مصادر مائية وعنا مصادر تربي ومناخ مناسب لنشتغل سوء بالزبط اتكلنا عليك عميد اتكلنا عليك نحن نستورد نحن جزء كبير من احتياجاتنا بالغذاء مش ضرورة نستورد عن قدراتنا المحلية شكرا عميد شكرا كتير على مشاركتك عيدة صبرة بس اقول هالاسم انا بتحك تلقائيا الصباح الخير هيتخبريني هلأ عشو بديك تركبي مقلي هلأ بدي ركب مقلي بالعكس هيدا الحدث كتير مهم وكتير اهميته انه الكتاب اللي عم بيكتبوا بهيدا العدد الخاص انه مقلن عليها بالسياسيين وبالعكس اذا بديك بيفرجينه وجهة نظر هالناس اللي عايشين بهالبلد شو عم بيعانوا وشو عم بحسوا يعني منهم لازم ناخد اذا بديك هالطاقات وتنحط بمحلات مسئولية لانه فعلا احنا بحاجة خلاص بقى لناس بهيد المسئولية يعني انه اذا بدنا بلدنا فعلا يتقدم ويصير مثل كندا كيف بتجيب ايجابيتك كيف بتجيب الضحكة على شي فعلا بيوجع وبيبكي من وين بتخلاقيون اخ هو لازم عطول نفكر بايجابية ولو انه اوقات منكون باحباطات كتير عالية بس ما قلنا غير هيك حتى حتى نستمر لا انا بدي اتمنى لك النجاح مرسي حبيبتي الله يعافيكي احنا نحبيك كتير كلك ذوق شكرا ومنشوف الاعمال اللي بتعملية مزيد من النجاح شكرا على مشاركتك ربيع الشاعر يمكن دكتور ربيع انطلق من جريدة النهار ما بدك تسمع شو عم عرف عنك ما عم تعرف انه عمقول انطلقت من جريدة النهار برمت العالم كخبير بالقانون وبالسياسة وبالانتخابات وحرت ودرت ورجعت على النهار شو بتحكيني عن هيدا اللقاء بالفعل اللي بينقص بهيدا البلد هو مساحة مش بس حرية مساحة تفكير للأسف اذا بتشوفي كل الخطابات السياسية هي خطابات فعل ورد فعل ما في معالجة حقيقة للمشاكل اللي بتعيني الناس اليوم مثلا دواء السرطان مقطوع من البلد اليوم نسبة السرطان بالبلد من اعلى النسب انا بعرف انه الرئيس شراك احد اسباب نجاحه بالحملة الانتخابية التانية اللي قاله انه حط هدف انه يحير بالسرطان ما نسمع ولا سياسة اليوم عم بعالج هذا الموضوع بشكل جدي هيدا عم بعطيك مثل بطال حياة الناس اليومية كيب الحرية هو تركيبة النظام يلي اليوم معايدة معايدة تواكب التطور المؤسسات اللي لازم انه يمكن بسبب سرطانات السياسة الموجودة ببعض الامر سرطانات كتير وما حدا سئلين عن الناس وكمان الناس هي بحد زيتها صارت اسيرة لهذه الطبقة السياسية وماعد عندها الامكانية لحتى ان تنطفض على هذه الطبقة السياسية صرنا نتعاطى مع الامور بشكل كتير انا نحكي شوية ايجابية عن هيدا اللقاء هيك سريعا جدا شو بتقلي يعني متل ما قلتلك متل ما قلتلك بدنا مسيح التفكير لانه هو الاصل انه نبلش نفكر لا حتى اذا قدرنا فكرنا وجمعنا كل هيدا الطاقات الايجابية من كافة الاطراف قدرين انه نلاقي شكرا لألك اخر كلمة على السريع نقيب اسيس ما بتزبط بلا الفن شو رأيك بهيدا التعاون يعني متل ما قلت قبل شوية كنا عم نحكي يعني هيدا مهم كتير تعاون بين النهار مؤسسة النهار والجامع الأمريكي في بيروت مؤسستين عريقتين في لبنان اللي ندور كتير مهم وقديم وتراث بالنسبة لألنا انا سعيد كمان انه اختاروني حط صوتي على البروموشن تبع على اليفنت هيدا وانا ابن النهار شئتوا ام ابيتهم انا ابن النهار عراس السطح بعدين بدي حيي ستوديو يلي بيعرف ينقي هالأصوات الرائعة والدافية ويعطينا إياها شكرا النقيب على حضورك ومشاركتك مدم سلوى سلمة عفوا رح نبدأ جوا النقل المباشر سريعا جدا شو رأيك بهيدا اللقاء يعني نحن بالنسبة لألنا بالجامعة هيدا حدث من الأحداث التاريخية لأنه تكون الجامعة الأمريكية السوسيتد مع النهار ومع صرح هالأد معروف كمان نحن كتير من نفتخر والعدد الموجود كمان بيشهادوا ومبسوطين أنه في هالعدد من الإعلاميين وهالعدد من الضوء الموجود المتضوء على الأيو بي والأكتفاتيز تابعوا له شكرا للأيو بي وشكرا لمساهمتكن